اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد أن خذنا جولة في خواص البسملة الآية العظيمة في القرآن الكريم والجزء المهم أفضل السبع المثاني كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام ولاحظنا اهتمام الأئمة عليهم السلام بهذه الآية الكريمة بقي علينا في هذا اليوم الأغر أن نجول جولة أخرى في معاني البسملة يعني نستطيع أن نقول بأننا ندخل في مطاوي تفسير الحمد فاتحة الكتاب ولا بد من الوقوف على جزئيات بعض المفردات الواردة في الحمد في فاتحة الكتاب من الناحية اللغوية حتى يمكن أن نصل إلى تلك المعاني المرتبطة بفاتحة الكتاب شيئاً فشيئاً إن شاء الله معاني مفردات البسملة أول تركيب يمر علينا في البسملة وهي عبارة عن أربعة كلمات بسم الله الرحمن الرحيم الكلمة الأولى باسم عبارة عن جار ومجرور الباء حرف جر واسم مجرور الباء حرف جر يجر ما بعده من الأسماء الباء يعتبر أو تعتبر إذا قلنا يعتبر يعني حرف الباء تعتبر إذا صيغة الجر يعني من الحروف التي تربط بين إسمين تقوم بالربط بين المعاني الإسمية وبذلك تسمى حروفاً المعاني تحتاج لها ربط بحرف الجر ما المعنى الذي تربطه هذه الأدات الحرف ما الذي يربط هذا الحرف اللي هو حرف الجر يعني أنت لما تقول الحين كمثال أقوم بحول الله عندك القيام وحول حول الله سبحانه وتعالى هذان معنيان الربط بينهما الباء الباء هو حرف الجر الرابط بينهما زين هنا يدل على وجود معنى مقدر محذوف ماذا بسم الله الرحمن الرحيم هناك كلمة مقدرة لفظ مقدر ما هو اللفظ المقدر وقع الخلاف بين العلماء في هذا اللفظ المقدر الذي يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم ماذا بسم الله شوف هنا أقول بحول الله أقوم بحول الله أقول بحول الله هنا بسم الله ما هو اللفظ المقدر الذي يرتبط بهذا الرابط اللي هو حرف الباء قيل أن المقدر هو مادة الاستحانة هذا الرأي الأول رأيان رئيسيان قيل أن المقدر هو مادة الاستحانة سواء جاءت على صيغة فعل أو جاءت على صيغة مصدر فيكون شنو يكون إذا رفعنا هذا التقدير إذا صرحنا بهذا المقدر ماذا يكون يكون أستعين بالله أو أستعين بسم الله وإذا كان على المصدر الاستعانة بسم الله الآن كشفنا عن هذا المقدر على الرأي الأول الاستعانة بسم الله أو أستعين بسم الله هذا هو الرأي الأول فالباء حينئذ معنى الربط بين الاستعانة وبين شنو الاسم هذا على الرأي الأول زين الرأي الثاني ماذا يقول الرأي الثاني يقول أن المحذوف المقدر هو مادة الابتداء على نفس التفصيل إما اسم إما مصدر فيكون المقدر ما هو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو الابتداء هذه ترى القضية هذه جدا مهمة حتى احنا نعرف ماذا نقول في صلاتنا ماذا نقول لما نبسمل في حالاتنا المختلفة إذن أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أشكل على الرأي الأول إشكال مهم ذكره العلامة الطباطبائي رحمه الله في الميزان وهو أن الاستعانة كمعنى موجود في سورة الفاتحة في أي آية إياك نعبد وإياك نستعين فهني بالبسمة لما تقول أستعين بسم الله كأن المعنى متكرر صحيح ويفترض أن يكون المعنى في القرآن الكريم معنى جديد غير متكرر زين طبعا هنا ملاحظة نحن نلحظها على كلام المرحوم الطباطبائي رحمه الله وهو أن كلامه أن كلامه يخص يخص الفاتحة يخص البسملة من حيث الفاتحة ولا يعوم كل القرآن لأن معنى الاستعانة قد لا يوجد في بعض السور بهذه الصراحة يعني زين ولكن مهما قلنا هناك ترجيح للمعنى الثاني اللي قلنا شنو المعنى الثاني وياي المعنى الثاني اللي هو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم ليش لورود الرواية التي تؤدي إلى مؤداة وإحنا قد ذكرنا هذه الرواية إذا تذكرون قلنا بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله كل أمر ذيبال لم يبدأ شوف كل أمر ذيبال ذكرناه هذه وشرحناها لم يبدأ أو لم يبتدأ فيه بسم الله فهو أبتر فأنا أي شيء أريده متكامل غير منقطع مو مبتور لازم أبدأ هذا تصريح بأن المقدر ما هو شنو أبتدئ أو الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم ولهذا يناسب هذا الكلام ما سوف نشير له إن شاء الله في الدرس القادم من تكرار الفاتحة أحد أسرار تكرار الفاتحة وأيضا ذكرنا هذا في رواية إذا تذكرون أنه كان يعلم بداية ونهاية السور بالبسملة تذكرون هذه الرواية زين من فوائد تكرار البسملة في أوائل السور هو الابتداء أننا نبدأ السورة ببسم الله الرحمن الرحيم فيكون المعنى المقدر مؤكدا إلى حد وإن كان الاستعانة صحيح ما أقول الاستعانة معنى خطأ ولكن معنى الابتداء فيه أوضح زين الآن خلصنا بسمي بسم الله يبقى الاسم بسم شنو معنى الاسم طبعا أنا قاعد أجلي الموضوع من الناحية اللغوية وراح أذكر الروايات على ذلك ولكن جريا على العادة من بيان كلام المفسرين الاسم إحنا لما نطلق الاسم نريد به إحدى معنيين ما معنى الاسم الذي دخلت عليه الباء اللي هي حرف الجر الأول قيل أنه مشتق من السمو والارتفاع فإذا كان الشيء ظاهرا مرتفعا فإنه يكون ساميا هذا الرأي الأول إذا صار مرتفع يعني واضح هذا تجده في كل معنى اسم اسم يعني الاسم المرتفع الواضح البين هذا الرأي الأول الرأي الثاني أن يكون مشتقا من السمة وهو أقوى هذا الرأي من السمة اللي هي العلامة وكون هذا الاسم علامة وسمة مشتق من الوضوح ومن البروز بروز الشيء إذا كان بارزا فهو اسم هذا معنى الاسم الثاني هذا المعنى أقرب زين المتبادر عرفا من الأسماء وملاك وضع الاسم على المسمى لدى عامة الناس إنما هو ملاك الدلالة الناس لما تسمي تبي تميز هذا عن هذا تسمي هذا عبد الله تسمي هذا بدر تسمي هذا حسين حتى تميز هذا عن هذا تسمي هذا مسجد تسمي هذا بيت لتميز هذا المبنى عن هذا المبنى إذن المعنى الثاني هو أقرب باسمي إذن صار واضح ما هو الربط وما هو المقدر وما هو معنى اسم زين يبقى اللفظ الثاني اللي هو لفظ الجلالة وقد وقع الكلام في اشتقاقه الله سبحانه وتعالى بسم الله هل هو لفظ جامد أم مشتق إذا كان جامد يعني منقول من لغات أخرى هذا عليه قول بعض المفسرين والعلماء يقولون يقولون أنه نقل لفظ الجلالة من لغات أخرى غير العربية مثل العبرية أو السامية الرأي الثاني يقول له أصل في اللغة وهو مشتق من الإله بمعنى العبادة وبمعنى الحيرة كذلك وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وأدخل عليه الألف واللام شوية شوية مع الاستخدام صار علم صار اسم علم لله سبحانه وتعالى انتقل من معنى العبادة زين وهو لأن معنى غيبي فاللغة تساعد قلت لك بأنه من المعاني أيضا الحيرة زين الناس يحتارون في معنى الباري جل وعلا وما يخصه بعدين مع الاستخدام صار اسم علم لله سبحانه وتعالى واختص به حتى الكفار حتى الكفار اللي هم عندهم آلهة متعددة بالنسبة إلى الذات المقدسة يسمونها الله سبحانه وتعالى يطلقون عليه هذا اللفظ المختص يحكي القرآن عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعني حتى هم يعترفون بأن لفظ الجلالة خاص بالذات المقدسة اللفظ الثالث وهو الرحمن من الرحمة قيل قيل في تعريف الرحمة شوف شوي يدقق حتى نعرف الفرق بين الرحمن وبين الرحيم قيل أن الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد دون رقة فإذا وصف بها الباري يراد به الإحسان المجرد دون الرقة نحن لا نقول الله سبحانه وتعالى صار عند رقة لماذا لأن الله ليس كمثله شيء وإنما نقول أنه الرحمة بمعنى الإحسان منه سبحانه وتعالى زين الرحمن على وزن فعلان صيغة مبالغة شنو المقصود منها مقصود منها لما نقول بسم الله الرحمن المقصود بهذه المبالغة رحمن صيغة مبالغة نعني بها السعة والشمول زين عندنا رحمة وعندنا رحمن الرحمن صيغة مبالغة مبالغة في أي شيء في سعة الرحمة وفي شمول الرحمة سعة ماذا وشمول ماذا قيل إما أن رحمة الله سبحانه وتعالى لما نصفه الرحمن يعني تشمل المؤمن والكافر رحمة الله سبحانه وتعالى طبعا هذه بحوث يحتاج لها شواهد ولكن أنا جريا على السرعة لأن الوقت ضيق فإما تشمل المؤمن والكافر أو تشمل قيل السعة والشمول لأنه تشمل الدنيا وتشمل الآخرة زين أما الرحيم أيضا مأخوذ من الرحمة يقولون العلماء زيادة المباني تدل على زيادة المعاني أيضا من الرحمة وأيضا هي من صيغ المبالغة زين من صيغ المبالغة فالرحمة هنا المقصود بها الكم وليس الكيف مثل الرحمن فالمرجح طبعا الآراء كثيرة في معنى الرحيم وفرقه عن الرحمة لكن الرحمن مغاير للفظ الرحيم الخلاصة أن إذ تدل الأولى على سعة رحمة الله تبارك وتعالى يعني مو تكرار لا الأولى وهي الرحمن تدل على السعة سعة رحمة الله تبارك وتعالى وتدل الثانية على استمرار هذه الرحمة واستقرارها وبقائها وعدم انقطاعها ما تنقطع مهما صار الظرف مهما تغيرت الحالة الله سبحانه وتعالى رحمته مستمرة بالعباد يا مدركة دودة العمياء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء هذا الدعاء له قصة نذكره إن شاء الله مرتبط بالرحمة نذكره إن شاء الله يوم غد إذا كنا من الأحياء وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار ترجمة نانسي قنقر